ترجمة نانسي قنقر 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 أنا مع الخبرة ومع شخصيتك كمان يعني تبه فيك تواكب العصر كانت تشدد عليك بأمور أنت تحس أنه خانقتك لك كان عندها خوف زيادة على الزوم خوفها كان يحسسني دايما أنه عم بطحيتني زيادة على الزوم باية يقلها تريكية يمكن هذا اللي خلق إذا بدك نوع من أكيليبر يعني بالعلاقة حدا بيشد وحدا بيرخي مية بالمية بي جريء يقول لها تركية خليها تقبع شوكة بإيدها ما عليه هيدا الطريقة اللي بدأت قوية هي تقولوا إيه بس لأ خليها تنتبه بركي يقول لها روئ ما نحنا عيننا عليها يعني نحنا مش تركينا بس خلينا نحسسها أنه هي لوحدة بهالطريقة بتتعلم وهم صحيح كانوا وراي بلا ما أنا حس بس إيه بمطاريح كان عندها خوف زيادة على الزوم هيدا اللي كان شوي يعرقلني ليه لأنه كنت قاتل همة يعني سير قول أنا بدي أعمل هالشغلة بس ما بدي أمي تزعل من كتر تفكيري بأمي إذا زعلت أوعت لتهم حرامتي من كتير قصص بس بعدين خلص وصلت لمرحلة حطيت أقدم الأمر الواقع أنه ليكي أنا هيك كاركتاري وسائي بقى فيي وعرفي أنه ما رح فوت بأي شيء ما أكون مأكدة أنه قادرة أعمله بمطارح معينة صارت تتلين أكتر أنا لو عندي أولاد لا أعتقد أنه بعمل مثل ما بي أعمل أكتر يعني بخليوني تجرقوا أكتر على راحتهم أكتر لأنه أنا هذا اللي قواني بالحقيقة علما أنه نحن هلأ بيخوف أكتر من الزمن القبل مظبوط أنا بقول هذا لأصحابي مع أولادهم بقولهم أنا برفع لكم القبعة لأنه اليوم أني كتربي ولد بالزمن اللي نحن فيه مع هالانفتاح الزيد مع هالسوشال ميديا يلي صارت سيف دو حدين أنا ما بعرف يعني قد كنت بتحمل خاصة أنه عم نروح على مطارح أوقات لأخليقية أوقات سخيفة يعني أنت شعن بتعلم الولد نحن ربينا على موسيقى رائية على كتب على أشياء إلى إيمتها علما أنه البعض بيعتبر هذا انفتاح إيه بس أنه صراحة تبه أنا ماني ضد التطور لما حدا يفهمني غلط بس يكون فيه محتوى بيعب الراس بيفيد بيضيف مش محتوى بيخليك تكون سخيفة بتكون رهينة للمكنة ما بق بتشغلي دماغيك ما بق بتعملي مجهود لأنت تتطوري وإذا هذا هو التطور أنا بمطارح بقول منيح لما جوزت وجبت أولاد بصراحة ليه ما جوزت وجبت أولاد معقول بعد ما لقيت الشخص المناسب لكن رح كون كتير صريحة معي كي ممكن أنا السبب أنا إنسانك كتير متعلقة بحريتي أنا إنسانك كتير مستقلة هل الزواج رح يحدلك من حريتك؟ ما بدي عمي تمكن عن بظلم لأنه ممكن كتير تلاقي شريك حياتي يكون منفتح أديك ومتفهم وداعم أكيد أنا ما لقيت هذا الشخص لهلا لأنه صراحة كل اللي ما رأوا بحياتي إذا بديك علاقات ممكن تفكر فيها جديا بمطارح معينة وصلوا لمطرح بديوا تملك وكي أه تضوي عليها أه هي ملك الناس أه منا فاضي أه معقول ترجع مأخرة أه عندها تصوير أه في كتير ناس حوالي طيب بس أنت حبيت هالشخص هيك وتعرفت عليه هيك أنا ما كان عندي غير مهنة وفجأة صرت بالضوء أو بالفن وإذا ما عندك ثقة كفية بأنه هالإنسان قد حاله وختارك مثل ما أنت خطرته بدك تتعذب كل حياتك لمجرد أنه تفكر أنه يه أنا مشغولة وأنا بسافر وأنا وأنا حدا وقتا بحب بحب من قلبي يعني مش نص نص فيا بد يريحني هيدا الشخص وساعتها بيربحني إذا ما ريحني بده فل فإذا مني مرتاحة عندي الجرأة لو كان عندي مشاعر أنه إدعس على قلبي وفل على أنه ابني مستقبل بعرف أنه رح يتدمر بعد فترة وكتير مطارح كتأخذ هيدا القرار وكان يبقى كتير صعب بس كنت أقول هلأ أحسن من بعدين بتأمني أنه ببعض الأحيان الرجل ما بحب يشوف المرأة خصوصي اللي بده يرتبط فيها تكون أهم منه بالمشتراح والرجل الشرقي بالتحديد بكل صراحة ومش عم قولة هلأ تقلل من قيمة الرجل في استثناءات بس بالعموم الرجل الشرقي لأنه هيدا مربانة تعرفين إحنا يعني المجتمع هيك راكب أنه الرجل بقدر يشتغل المرأة معلية إذا ما اشتغلت هلأ أوكي دنيا تغيريت وصار في إنفتاح أكتر وتقبل للموضوع بس بعد عنديك عالم رغم أنه معلمين رغم أنه سافروا رغم أنه يمكن تتعلموا برة حتى يعني إذا بدك أخدوا من العالم الغربي أكتر فجأة بيرجع بس يتعلق الموضوع بأنه ليه هي مثلا البوست طبعا ليه هي مشهورة أكتر ليه هي فيها تعمل بلاية ليه هي واصلة ليه هي فيها تحل المشكل ليه هي منع عايزتنا يجب أن تنبسط أنه هي شريكتك هي ما عم تنافسك وقتل بيفوت معك بالمنافسة هون خلاص اعتبرت دمرت العلاقة بيصير في غيرة بيصير في عائدة نقص هيدا مشكلة كبيرة المرأة عنديها أقل لأنه المرأة ما عندها من مشكلة الرجال يكون أهم منها حتى لو هي بالضو وهو انتبهي ناجح بمهنته ولكن يمكن هو منه شخص مشهور طبعا تنظر له كشريك حياتك هالسند هالحضر رح يحضنه ويحميه للأسف بالحالة المعكوسة أوقات الرجال ما بيتحمل أنه المرأة تكون أهم منه إذا بدك تحس بالوحدة اليوم أبدا لكن أبدا مع أنه أنا شخص يعني ما عنده أخوة ودايما بدك ترفع اللي حواليك أنه لا لازم تفكر بحالك مشكل شي شغل أنت ما عنديك أخوة وأنه ما بحس بالوحدة الحمد لله محاطة بناس بتحبني وعرفت أختار وأصدقاء المظبوطين هنه أصدقاء الطفولة يعني هولا الناس حبوني قبل ما يكون بتضو وبعضهم معك لهذا وأقرب الناس إلي وما بتخلى عنهم وما بتخلوا عني وبعرف أنه وقت البعوذن رح يكونوا موجودين حتى لو أوقات المسافات بعدتنا وحمد الله عائلتي كمان وحدي وأنا الوحدة بحبها ياسمين أوقات أنا عايشة لوحدة ما فيك تدخيالي لحظة اللي بوصل على البيت قدي بحس هاي مملكتي وهي دي لحظة السلام لأنه بتعرفي حياتنا ضجة وعجقة وناس وإيه بتعوزي هيدا الرواء هلا ما بقلك إنه كمان ما فيك تضليك عايشة لوحدة كل الوقت بس منا فكرة الارتباط اللي رح تخليني حس بأقل وحدة أوقات بتكون بعيلها وبتحس حالة كتير وحيدة فهلأ إذا بتسأليني لا أنا عايشة بسلام هلأ قالين لحود نحن اليوم بفترة عيد الميلاد شو بيعني الميلاد لقالين لحود قف لك بيعني لكتير إشياء في غصة في ذكريات حلوة في فرح في جمعة العيلة في نوستالجيا أنا هاي مرحلة بتردني ولد صغير كل ما بتجي هالمرحلة بحس حالة رجعت هاي البنت الصغيرة اللي عم تحلم لأنه بحب هاي دي الفترة التحضيرات عاجئة العيد لقاء الأهل اللي بيجوا من بره هالجمعة العيلة اللي نحن عن جات صرنا ننطرة خاصة من بعد ما كبرنا ناس سافرت ناس جوزت كل حدا تفرق فصرنا مننطر هاي دي اللحظة اللي بنرجع بنجتمع فيها والعجقة اللي بتحسيها حتى بالبلد الحركة فرحة الناس بزيت الوقت في غصة لأنه فقدت ناس ما بقوا موجودين ونحن السنة فقدنا شخصين بأقل من سنة اللي هني عمي وبنت عمي بثمانة شهر هول شخصين إذا بقلك يعني أنا بحس مثل الشقفة مني عم بتروح كل فترة السنة رح تكون كتير صعبة كتير صعبة فعلا ورح نحس بغيابهم لأنه هني بالتحديد وأنا بشكل شخصي عمي كان بيت تاني وبنت عمي هي أختة يعني صعبة كتير وبعرف قدر رح تكون صعبة عكل واحد مننا بس عم نحاول أنه نضل مجموعين لأنه عم نعرف أكتر كل سنة قديل حياة قصيرة وقديل عن جد بلمح البصر بتخسر الناس اللي بتحبيهم فبضل تطلع على هذا العيد وعلى هذا الفترة بطريقة إيجابية ومنظل نتذكر اللي راحوا ونحسن بيناتنا رغم أنه أكيد الفراء صعب أكيد رح نحكي أكتر أكيد عن الفنان الراحل روميو لحود ولكن قبل هل بعد قلينا عم تحتفل بعيد الميلاد مثل لما كانت معها والاتصل والأطريب ولا في شي تغير ما في شك أنه بيتغير كل شي سلوى وجودة بالعيد كان له معنى غير أنا كنت عم بحكي مبارح مع الناس أصحابي أنه كان يتنتر لأنا زين البيت كان عنده لزة وعلى الصباح تقول لي يلا اليوم من أن نزين تحط هيك موسيقى تحضر فنجان القهوة وبلش أنا زين وغني أنا وياه ونزين ونتسلة فكان فيه أورادي التحضير يعني هو قبل بشهر من العيد كان نزين يعني على عيد الاستقلال تكون نزلة الشجرة وبلشنا نزين فالتحضير للعيد معه كان له غير رونة نزرع القمح ونحضر يعني كان فيه كان فيه كتير تقليد وإشياء هي أصلا متعلمتهم من ستة يلي أنا كنت كتير معلقة فيها أم أمي فكنت حس بي هيك بيدفع أكيد فقدتوا من 15 سنة بلي كيها بكل صراح يعني بقدار سلوى بيكون صار ل 15 سنة راحيت وآخر ميلاد هيك تعرف أني ما بتذكروا يعني قد ما مرأوا الأشياء بسرعة آخر ميلاد معا ما بتذكروا يعني يمكن لأنه هالقد فيه أشياء مع بيلي أتذكرها بتوجعني بمطارح فضل أتذكر المراحل اللي كنت فيها صغيرة لأنه هيدا المراحل اللي كانت عجقة أكتر بس أكيد العيد بطل له نفس الراونة والقيمة بس الله يخلي لي بيا يعني وكل اللي بعدهم موجودين من ضل نحية ذكرى اللي راحوا بها الجامعات وبها الزكريات أكيد الله يخليه ويضل فوق راسي مرسي بالفترة اللي كنتي عم تجهزي فيها للميلاد أنت وولدتي كانت الدندندغد تغني شيئلو علاقة بالميلاد أكيد هي عملي ألبوم كامل أصلا للميلاد فكنا دايما نحط السداء إلا مام خلاص وقت بدي زين بدي حط أغاني كتتقلي لا حطي أغاني أجنب ويك هي ما بتحب يعني مش إنه عنده هوا ما كانت تسامعك صوتها مباشرة أكيد بس إنه إلا هيك إذا ما بديك تغني أنت صبح بدي حط أغاني كتحط الأغاني ونحنا عندنا سرعون تسستم بالبيت هي ما بخبرك بتسمعي لبرة تقول لي وطي الموسيقى هلأ بينطوش الجيران إلا إيه هلأ بينبسطوا الجيران بقى حط الأغاني تبعه نقض نزين البيت فكنا كتير نتسال أكيد اللي بيكونوا عم بيسمع صوت سلوى الأطريب رح يكون كتير مفسوط شو بتحب تسمعينا شيئلو علاقة بالميلاد وبيذكريك بسلوى الأطريب بسامعك شي من من الأغاني هي عملتون للميلاد اليوم يوم جديد تحكي لي يا قيامي اليوم يوم العيد والفرحة عم بتزيد غنوا يا ناس رح تولد نجمي جديدي صلوا يا ناس تيخلص كل الناس حبيبي يا يسوع ضل بقلبي يا حبيبي صديقي يا يسوع ضل بقلبي على طول يسلم هالصوت رح نتوقف مع بريك ومنرجع من تابع حلقتنا رجعنا من بعد لبريك وبدي أرجع رحب فيك ألين لحود ببودكاست على الجديد شكرا يا ياسمين مثل ما ذكرنا ربطتك علاقة قوية بالراحل رميو لحود حتى كتار كانوا يفكروك بنته هذا شيء زعجك أو أثر شيء على علاقتك مع والدك ناهي لحود أبداً رح قليك ليه أنا عمي مجوز خالتي أنا أخدين أختي سلفتي فأنا كان عندي بيين وإمان خالتي كان يتأمت تاني لأنه وتأمت سافر ويكونوا مشغولين أنا أعيش مع خالتي وأنا خالتي راحت بعد إمي بعشرة شهر فبعتبر خسرت إمان بوقت كتير قصير فأنا ربيت عند عمي أكتر ما ربيت ببيتي يعني حتى بنت عمي على الرحمة كانت تقول أنه أنت بنته أكتر مني لأنه بنت عمي بحكم فرق العمر وراحت عاشت بره ودراست بره فكتعايشة عند عمي أنا بالعكس أنا عمي كانت تربطني فيه علاقة يعني شو بدأ إليك تعلق فيه وهو عرابي ومحبته إلي وتعلمت منه كان أستاذي الأول يعني حتى حب المهنة كانت بعدني ولد اكتسبته منه لعرفت بعدين أنه أنا هيدا هو الاختصاص اللي بدي كفى فيه ولا مرة زعجني الموضوع وباي يعني عمي بالنسبة لقلو مثل باي كمال أنا فيه 22 سنة فرق فعمي مربيه لباي وهن أصلا كانوا مثل طوقع مروح ما بيتفارقه وإمي وخالتي زيت الشي فكنا إذا بديك فارد بيت يعني أنا كان عندي حظ أنه عندي بيان وإمان بس أكيد الناس كانت لأنه تفكر أنه روميو لحود وصلوا لأطريب ارتبط اسمهم ببعض يفكرون مزوجين بس أنا ولا مرة زعجني الموضوع تعتبر أنه روميو لحود أخذ حقه بحياته وبماماته لكن ما في شك أنه روميو لحود قيمة فنية كبيرة تكرم من أهم الدول ورؤسة الجمهوريات والملوك والأمرة وحتى الدولة كرمته ويمكن هو ما كان عم يبحث عن هذا الموضوع هو كان كل همه والنسي تكون مبسوطة هو هل قد كان إنسان متواضع نحنا بالنسبة لقلنا لأنه منعرف قيمته وسقافته وعظمته منعتبر أنه شو ما نعمله ما بيقدي بس هو كان مكتفي وهو كان دايما يقول أنا ما بدي شي وهو أصلا عاش ببساطة رغم المجد الكبير ورغم العالمية روميو لحود إنسان عالمي يعني حتى بأوروبا بيعرفوا أول مين فات على الأولمبيا أول مين فات على التياتر ناسيونال ببروكسيل أول مين غنى عند شاه إيران بأسره بطهران كل ملوك وأمر العالم بدون مبالغة عامل أهم الحفلات ومفوت أهم الفنانين اللي عندهم فبس هو إنسان ما بيحكي عن هذا الموضوع يعني أخذ جوائز عالمية برا بس هو إنسان بالنسبة له أنا عم بيشتغل لفرح العالم وكان دايما يقل الحكم هو الجمهور وقت الجمهور ينبسط وقت الجمهور يتحك وقت الجمهور يتلقى الرسالة اللي أنا عم وديله إيها بيكون وصل لحقه وإذا بتشوفي يعني حتى وسيته اللي كتب عبدو من كتاب كان بالنسبة له إنه عيشوا بفرح انبسطوا ما تبكوا ما تحزنوا الحياة قصيرة كان دايما هيدا رسالته نحنا كعائلته ويمكن كم حبين لقلوا منقول إنه شو ما نعمله ما منكفي حقه ولا الدولة بتكفي حقه بس ما في شك إنه حياته كانت غنية بالنجاحات ولليوم الناس بتردد أعماله وبتحكي عنه صحيح نحنا خبر وفاة روميو لحود زعلنا كتير ولكن اللي زعلنا أكتر إنه ما شفنا هالعدد الكبير من الفنانين بالعزة شو السبب برأيك؟ لكن ما بعرف هلأ في كتير اتصلوا أنا شخصيا على تليفوني أنا وعند أكيد عماتي وباية في ناس كانت مسافرة في ناس رجعت أجي طلعنا على البيت بعدين بعد فترة في ناس أجي طلع الأربعين ما بعرف بصراحة ما بعرف كل واحد يمكن عنده ظروفه وبدأ لك شغلة بطالنا وبطال كتير عالم هالسوشال ميديا خلت الناس تتكسلن يعني صار واحد إذا بعتلك مساج على السوشال ميديا بيعتبر حاله إيه إنه عمل واجباته أو بعتلك رسالة أو نحن بعدنا يمكن الشارقيين منحب الوجود يعني كمانا بيعز إنه واحد يجي يشد عايديك يقعد حديك علما إنه قبل بفترة صغيرة من وفاة روميو لحود توفى وديع ابن سلطان طرب جورج وصوف شفنا هالعدد الكبير من الفنانين موجودين يعني زعلنا إنه لا بيعز روميو لحود ما كانوا هؤل الأشخاص بتصدق ما بعرف هلأ كمانا بيقولولك أوقات المطرب لأنه أنا بتذكر الحشد اللي كان وقت سلوى راحتنا احنا بتذكر وصلنا عمدخل عمشيت ما قدرنا نفوت بالسيارات طلبوا مننا كموكب ننزع يعني نمشي مشينا وقته تقدرنا فتنا عمدخل الضيعة وكان عنا مسافات لنوصل يعني ما بعرف إذا المطرب لأنه بتحسيه أقرب لجمهوره ناس بتتهافت وما بعرف إذا كمان وقت يكون حدا صبية أو شاب لأن مثلا أنا أمي راحت صبية الله يرحم ووديع ابن جورج والصوف كمان شاب يعني أو جورج الراسي قال الله يرحم يعني المطرب من مايلي الناس بتحسوا يمكن أقرب إذا كان بعمر صغير كمان بيأثر أكتر بس برجع بقلك أنا ما فينا أحكم كل إنسان عنده ظروفه بس أكيد في ناس نحنا كتير خيابولنا أملنا خاصة في ناس هو هو اكتشفهم هو شهرهم وحتى لو كانوا برا وأنا بقصد حدا معين بس مرح قول اسمه أنا سبقتيني لأنه هيدا السؤال بدي إليك هل بتعتبي على حدا إيه بعتبي على حدا روميو لحود قاله الفضل الأكبر عليه ما كان وافي لأه ما كان وافي ما أخذ تليفون حتى واتصل أنا أوكي منك موجود بلبنان فيك تتصل أنت من الناس اللي روميو لحود مفضل عليك ولوما روميو لحود أنت ما عملت اسم من الآخر قولي القسم لا ما رح قول قسم لأنه ما بدأ أعطي قيمة صراحة قولي القسم بلك عنده شي برر بيطلع بوضع ما ما بدي ما بدي بصراحة يعني ما فنان معروف فنان معروف جدا شاب ولا كبير لا صار 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 كبير فنان قلو تريخ يعني بس عيب بقلو بس عيب بسميلك أنا حدا لا لا ما رح قول صدقيني ما رح قول لأنه ما بدي أعطي قيمة أنا بالنسبة لقلي نزلت قيمته من وقته كنت كتير حبه وأحترمه وأحترم عائلته بس خياب لك أملي خياب لأملي وخاصة وقتشرت قدي بيز علو عماتي زعل أنه ولو أنه أنت اليوم وقد بدك تذكر كارييرتك ما فيك تذكر غير روميو لحود بصراحة يعني أكبر بصمة بحياته تمقول الوحيدة هي روميو لحود أقل شي تتصل لو نحنا عارفين أنه منك بلبنان فيك تتصل اليوم ما بقى في حجة تكريم روميو لحود بالميراكس دور إحنا سبقوا لتأينا بالميراكس وقلت لي جاي يكرم روميو لحود بصوتي كرمتي بصوتك ولكن هل بتعتبر أنه هيدا كافي من قبل القيمين على الميراكس دور لأنه نحنا وصلتنا معلومات أنه صار فيه مثل خلاف أو عطب من قبل عائلة روميو لحود على المنظمين أنه روميو وقيمتوا أكبر من هك نحنا لكي أنا بحبهم كتير الدكاترى حلو وهن بيعرفوا وهن أصدقاء وأنا بعرف أدي هن بحبوا روميو وروميو كان رئيس فخرة للجنة الميراكس دور على مدى سنين وهن أصلا كانوا يحبوا محبة لا توصف فكنا جدا متفاجئين لأنه نحكى شي قبل الحفلة وخاصة أنه عم تبابو كان يتضمن اللجنة اتفقوا على شي قبل الحفلة ونعمل شي تاني خلال الحفلة كان مقرر يكون في فقرة مخصصة لروميو لحود مع دوكومنتري مع مول أو روبرتاج خلينا نقول تقرير يكون خاص بروميو لحود بفقرة لوحده ومنطلع من غنة كذا غنية من أغني فجأة نضم روميو لحود لقافلة من أسامة أكيد كلهم قلهم الأدر والإيمة ولكن روميو لحود غير شي مع احترامي للكل روميو لحود ما بينحط اسم على ليستا برجع بقول مع احترامي لكل الشخصيات اللي زكرت ولكن ما كان هذا الاتفاق وفجأة تضغر عدد الأغاني وفجأة كنا عساس في فرقة موسيقية بدأت رفقنا صفه والأغاني مسجلين أوكي نحنا غنينا لايف أنا وطوني عيسى اللي بوجه له تحية بس الأغاني تسجلت كمان بطريقة جدا ركيكة لا مش هيك بيتكرم روميو لحود وقد بديوا تكرم بديوا نعملوا تكريم خاص فيه بينحط بإطار لوحده وصار في خلاف بالكواليس عمت بابوخ تلفت مع القيمين صار كل واحد يكب بعد تاني الميريكس دار يقولوا المخرج بديوا يختصر الالبسي تقول لا نحنا ما تدخلنا ما عاد نعرف مين بس من الأساس القيمين على لجنة الميريكس دار كان لازم هن لأنه بالنتيجة روميو لحود بيخصهم مباشرة وعطى كثير للميريكس دار وكان يعطى كثير أفكار وفايدون كثير بخبرته أكيد كان لازم يتكرم بشكل مختلف وما ينحط اسمه من ليستا أنت بوقتك صارت الشر وطلعت غرنيتي ولا يعني كنت بتفضلي تفلي ولا لكي أنا اتفاجأت أنا مني عارفة أنا طلعت وراء الكواليس وقالوا لي أنت بهترم بديك تطلعي بدي يمرق تقرير بيخلص التقرير بتكونوا وقفتوا أنتوا على المسرح لأنه بتعرفين إحنا أنا مني عارفة شو عم بيصير طلعت وغنات نزلت ملقيت عمتي عمتي التاني ناي بتقلي صار في إشكال لبينما استوعبت كان عم يحكين البروديوسر وعم بيفسر لي أنه مش الـ LBC اللي هي يعني الـ LBC تلقوا البروغرام مثل ما هو وعم يمشوا على الكوندكتور مثل ما بيقولوا كنا نحنا أورادي غنينا وعملنا اللي علينا أنا علي أطلع قامل اللي علي بس ما كتعرف بالكواليس شو عم بيصير لمن بعد ما نزلت عن المسرح اللي عرفت شو صار صراحة حدا رجع تزر منكن أو توضح أي شي توضح هلا أنا بدأ وجه تحية لرالف معتو هو صديقي بالنتيجة جربي يرطي بالأجواء مع أنه مش هو كان المسؤول المباشر عن اللي صار بس وكمان اللي عرفته أنه بعدين حدا من الميوريكس ده رجع تواصل مع عامة بابو ما عدت فتت كتير بالتفاصيل بس أكيد أنا بوافقهم الرأي أنه ما كان بيليق بروميو لحود هيك تكريم الحقته بتكون تعملوا تكريم وما قالوا زمان راح روميو لحود بينعملوا شيء أو على القليلة بيتحضر له شيء خاص فيه بفقرة معينة مثل ما في ناس أقل أهمية أوقات بينعملها هالة وبيقتلوا حالهم اللي بضي يطلعوا يقدمون بيبقى هو مثلا فنان أبو سنة سنتين يعني سوري بس كرمال الفولوورز والسوشال ميديا يعني كمان في نوع من كي بدأ إليك صار فيه تفاوت شوي بالمستويات والسوشال ميديا خربت الدني وحتى بردون مع احترام لحضرتك بس في كتير من الصحفيين اليوم صاروا بينشروا وبينباعوا أنا كتير خيابوا لأملي وبدأ أقولها عبر منبريك اليوم أنه عم بتفاجأ بصفحات إلكترونية كنت كتير أحترمة بالأول هلأ قد ما صارت بتحط شو مكان صرت بعرف ليه وطيو من عيني كانوا يعني يحاضروا بالشرف وبالكرامة وبأنه هن ما بينشروا ما بينباعوا طلعوا أول ناس بينشروا بينباعوا مع الأسف فاللي عم قولوا اليوم يمكن هو نوع من جرس انذار أنه وعوه شوي وقت بتكون تقدروا فنان كبير لأنه اللي حكيتي أنت اليوم ذكرني بوقت اللي رحل أستاذ وديع صافي كمان الناس اتفاجأتنوا ما كان فيه عدد لا من الفنانين ولا من الناس مع أنه أستاذ وديع كمان تاريخ فهيدا نوع من اليوم تذكير لهول الناس أنه نهار بتكون تكرموا فنان بهذا الإيمي اليوم أنتوا عايشين على أعماله واليوم ربينا كلنا أعماله وأعمال غيره مش هيك بيتكرم نحنا يمكن لو كنا عارفين أنه هذا الشي بده يصير قبل الحفلة يمكن ما كنا شاركنا حتى يعني كان ممكن نعتذر حتى وبعيدا عن روميو لحود ما حنشوف بقى قليل لحود بالمراكس إذا في حال اندعت حسب شو المناسبة يعني إذا كنت مكرم ربحاني جايزة من بلا إذا كان بده ديني كرم حدا وأنا مقتنعا أو كنت مدعوة وعند وقت يعني اللي صار ما قطع علقتك معه لا لا بالعكس أنا حتى من يومين كان عندي حفلة وكانوا موجودين فيها أنا كتير بحبهم على صعيد الشخص يعني دكتور فادي دكتور زاهي ودكتور كارول بحبهم وبيحترمهم وأنا بعرف أي يطين هني منها بس بفهمهم أنه يمكن أوقات بينعجقوا بصير في ضغط عليهم بيضطروا يمكن حتى في إشياء هني يضحوا فيها بقدر اتفهم هيدا الشي بس لأنه بعرف بيقولوا العطب عقد المحبة بعرف شو كان يعني لهم روميو لحود وبعرف قدي خسارت وأثرت عليهم هيدا الشي اللي إذا بديك زعلني بمطرح لو حدا تاني يمكن كنت بقولك أوكي بس أنا بعرف هني شو بيعني لهم الراحل روميو لحود هداها للفناني إليسا مباشرة على الهواء أغنية ألولي العيد وهي لولدك الراحل يسل والأطريب نزعجت أنه ما رجع لك قبل ما يتخذ هايك قرار ولا فضلت أنك تضلي بعيدي عن هاي المشاكل والمتهات ما يصير ببيت الحود مثل ما عم بيصير ببيت الرحباني بين ورثة منصور وعاصة أول شي ما نزعجت تاني شي أنا ما بيقدر يصير معنا نفس الشي لأنه هو صاحب الحقوق أنا من يعني بعائلة الرحباني في فرق أنه عندي كورتة يعني هدا غير موضوع أنا ما بيقدر أملي عليه سأنه هاي الغنية لأمي فيك قلت له شي تاني وقت اللي صار فيه مين مكان يطلب الأغاني قلت له إذا فينا نخفف شوي بالنسبة لأغاني سلوى قل لي معيك بس ما نزعجت أبدا لأنه عفكرة إليسا غنتها بشكل كتير حلو لأولي العيد وكارول سميحة غنت خدني معك بشكل كتير حلو يعني أنا اعتبرته تكريم من فنانتين قلهم اسمهم وإذا بديك وشو بيقولوا جماهيريتهم عم بيكرموا فنانة قبلهم بالمجال بالعكس وبالنتيجة روميو لحوت فنان بيعرف بيعرف خطواته كيف بس وقت اللي صار مين مكان يتصل لأنه أنا أوقات في ناس تتصل فيها عنا صوت جديد وعبالنا أنه نطلقه عم نفكر إذا فينا ناخد أنا هون في مطارح أنا أسمح لحالي حط حدود قال لي بالعكس معي كارت بلانش خاصة بما يتعلق بأغاني سلوى لأنه بالنتيجة هي سلوى الأطريب مش مين مكان بيقدر يغني له ومش مين ما طالع عباله يسجل بيسجل يعني الدني كمان منا سايبة هيدا بس الموضوع اللي أنا اعتراضة عليه أما وتيكون في فنان له قيمته وبنتيجة عم بيكرم فنان آخر هيدا موجودة بالعالم كله يعني صوت مين حبأتي أكتر إليسا ولا كارول سماح إليسا في جاءتني بيقالولي العيد كتير حبات صوتها بيقالولي العيد بيقولك يا بي كل صراحة إحساس أغي لأنه قالولي العيد غنية طرى بشعبة منا هينة فيها تصرف وفيها عرب كتير غنتها بإحساس حلو هلأ أنا كارول بحبها أنا كارول من الفنانات اللي دايما بقول أثروا بمسيرة الفنية كتأعتبرها من نوع من مثال إذا بديك مشيت شوي على خطواتها يعني كتير حسيتها من الناس اللي قراب لشو أنا عبالي أعمل مش نيك أنا من الأساس بحبه وحبت كيفية تصرفتي عملت قالولي العيد وخدني معك وتصرفت فيهم بشكل هيك خلقتلهم هوية خاصة يعني ع طريقتها بس كمان أليسة وقتها غنيت قالولي العيد غنتها بشكل أنا كتير فات على قلبي وليه قالين لحود ما عم بتكون عم بتجدد أغاني ولدت لأنه قالين لحود عندها مشروع كتير كبير بخص الأطريب ما بدا تعمله بشكل كليشي عم ياخد شوية وقت ولكن عم يتحضر ويمكن قرب أنه يصير أنه يتحول لحقيقة عبارة عن شو حفل كتير ضخم بكرم سلوى وروميو بذات الوقت مع فرقة موسيقية كتير كبيرة بلبنان بلبنان والفكرة أنه ننطلق فيه للخارج فعم ياخد شوية وقت بس رح يصير قريبا رح يكون معك حدا من الأسماء المعروفة ولا أنت لوحدك لا أنا كتير منفتحة على أنه يكون فيه كتير فنانين لأنه هذا حفل غني بيحمل أنه يكون فيه ديوف فنانين إضافة يكونوا للعمل في أسامحة تتياب راسك رح تتواصل معه الأكيد الأكيد أستاذ توني حنة لأنه هو رفيق الدرب مع أمي بلشه سوا وآخر مرة غنيت على المسرح غنيت معه يعني لك كيف سائبت أنه بلشه سوا وكأنه ختمت هي مرورة على المسرح معه إضافة للمحبة اللي نحنا منكنله إياه وبيكننا لعائلتنا هالإنسان الرائع هالفنان الكبير العظيم اللي أنا بحبه على الصعيد الشخص واللي ما بحس أنه ممكن نعمل حفلة تكريمية لروميا وسلوة ما يكون هو موجود فيها الشعلي اللي سلامتك إياها سلوة الأطريب بتحس أنه هلأ هي وعم بتشوفك فخورة بقليل لحود بتمنى بس أنا بعرف لأنه في رابط كتير قوي بيني وبينها أنه وقت البحس أن فتحت بوجه بحس كأنه هي مباركة هالشي ووقتها تتعرقل بحس أنه هي ما بدا هيدا الشي صير عندك كتير أناعة لأنه هي هالأتكن يتحريصة عكل خطوة كتأعملها فهيدا الرابط من قطع حتى بغيابة الجسدة بحس أنها بتتدخل بشي طريقة يعني بعدها حميتنا فكل خطوة عم بنجح فيها وعم بستمر فيها بحس أنه هي مباركة إن شاء الله تكون فخورة قبل ما أطلب منك أغنية غنية لاسل والأطريب رح أسألك عن The Voice فرنسا اللي شاركتي فيه ليه خطرتي هيدا البروغرام بالتحديد بصراحة مش أنا خطرت أني اتصلوا فيه بس أنت مقدمة عليك أبدا أنا يمكن الشخص الوحيد اللي مقدم لأنه بعرف أنه من لبنان كانوا كتير يصوروا ويبعتوا أنا سيئة بيت أنه فيه ايجنت بيعرفني من أيام اليورو فيجن بال2005 كانت عم قدم على الأورو فيزيون من بعد ما ربحت بتركيا في 2004 فالممثل عن الفريق الفرنسا لمحنا قال لي أنت لي ما بتشاركي بالأورو فيزيون تقولوا الأورو فيزيون مش لأوروبا قال لي لأ صارت منفتحها كل البلدان قدمنا وقتها غنية ووصلت للمراحل النهائية بعدين لأسباب سياسية اضطرينا ننسحب قف فطلبوا مننا ننسحب بعرف بعد يومين أنه كنا نحن ربحانين من وراء الوفد اليوناني بيبعثوا لي إيميل بيقولوا لي بفاضل انسحابكم نحن ربحنا ونحنا كنا سابقين اليونان ب55 نقطة لأنه في تصفيات بتصير فتقدر تعرف النتيجة مسبقا فبوقت ضلت براسه أنا ومرأة لقيها بيتصلوا في من فرنسا وفكرتها مسحة ثلاثة أربع مرات قطبوش الخاط فكر أصحابي عم يعملوا فيي ضرب بالآخر حاستنوا شو هالرقم المصري يحكيني بتقوم بتقلي لستلة عم تحكيني إذا بتعملي معروف عم بحكيك من فرنسا ومن تقف أين ما عم بمزحة أنا هون عم سوق صفيت عجنب صاروا يسكر كي بقيت لأنا من تقف أين شو بدون فيي بتقف أين تقلي هالمسحة قالت لي بديو حكيك شخص وقت الحكين عرفت صوته تحكت قلت له وبعد كلها السنين قال لك أنت معروفة بوقتها وبعرف أنك صرت معروفة أكتر أنا بدييك هلأ بفرنسا قلت له كرميل شو قلي ما فينا قليك من كلمة لكلمة تطري قلي The voice ما The voice قلي بي اليوم قبل بكرة بتسفري قلت له صرت تفكر لأنه صرت تقول أنه هلأ بلبنان بدون يصير يقوله مشهورة ولوين رايحة وشو عم تعمل وسمعناهون كتير مظبوط مظبوط ولو هلأ بسمعها يعني بس أنا إنسانة مغامرة ياسمين أنا حدا يعني مني أبضل حيات جد كل شي بعمله بعمله بشغف تضحش بضحش بحب تسلة مهنتي ما بعتبرها وظيفة بروح عليها بفرح بحب بحب أعطي فرح للناس حوالي بحب روح بندفاع بتخاطري ما بتقدر عوائب لكن مش ما بقدر عوائب بحسها حرزاني وأنا قدى بفوت فيها بقول أنا حدا بحب التحديت أنا هي بطبعي أنا إنسانة كل ما تتحديني بتطلع مني الأحسن كل ما بتحطيني بالكومفورت زون بحس أنه ما خلص ما صرت شي ممال إيه إنه ما عم بتطور لأ لازم أطلع برات الكومفورت زون عرفت ريحت ومندمت وتجربة لليوم بعتست فيها وعرفتني ع كتير ناس وفتحت لي كتير بواب وبعد نلهلأ عندي تواصل مع كتير عالم قدمتي على هذا فويس فرنسا أو شاركتي هذا فويس فرنسا قبل سنتين من مشاركة هبا طواجب قبل سنة هي بعد بسنة أنا بالموسم التالي تيب الرابع تعتبر أنه قلدتك بهذه الخطوة ما فيك تقولي هيك لك هذا بالنتيجة برنامج كل إنسان حقه أنه يشارك فيه أنا الأفانتاج أنه أنا أول حدا غنى بالعربي ف وغنية ولدتك طبعا وكانت أول مرة على تليفزيون فرنسا وحدة بيغنى بالعربي ومش عم نحكي راي يعني وبعرف أنه الخطة اللي عملتها لليوم بيحكوا فيها بس كل واحد شي كل واحد بالنتيجة بيعمل شخصيته وبيعمل وأكيد هي نجحت ونفتح لها عملت خطة أكبر من هبا طواجب مش أنا اللي بقيم عن جد مش أنا اللي بقيم هلأ ما في شكي وصلت لمراحل متقدمة أكتر وهلأ بحكم تواجدها بأوروبا كمان ووقت العملت مسرحيتنا ودخو دام دو باري أكيد كمان صار عندها انتشار أوسع بالعكس أنا أنا بمبسط لكل شخص لبناني وفنان بيوصل وبينجح أنا حدا كتير متعصب للبنانيتي يعني كتير بمبسط أكان بالرياضة أكان بإنجازات أكان بالفن وقال بعرف في شخص لبناني بالخارج يعني حتى عندي أصدقاء شاركوا بـ The Voice Canada ما تتخيل الدعم اللي كنت عم بدعموني كنت كتير مبسوطة من موري حاتم لسينتيا بارود يعني في أسامي أنا بمبسط للبناني خاصة وقت يكون شخص بيستاهل قبل ما نطلع بريك أي أغنية لسلوى الأطري بتختاري تسمعينيها لحتى نفوت لبريك وعدوني وعدوني بو بحارتنا ورحلوا لبعيد والدوري اللي كانوا بطاقتنا هجروا الأرميد راحوا مع كل اللي راحوا سبقني العمر وأفراحوا راحوا مع كل اللي راحوا سبقني العمر وأفراحوا نسيوني راحوا تركوني طفيوا الأناديل وعدوني بحبوا وعدوني وأخذوا المرسيل ارجعنا من بعد لبريك ألين لحود أهلا وسهلا فيك عن جديد ببودكاست على الجديد مارسي أهلا فيك وصلنا هلأ للفقرة الأخيرة من بودكاست على الجديد وهي فقرة ماذا لو ماذا لو راح ينعمل مسلسل سيرة حياة سلوى الأطريب مين الفنان اللي بتختاريها أن تكون عم بتجسد شخصيتها غير ألين لحود راح أقلك شغلة أنا أساسا ما كنت ناوية إلعب الدور من الأساس بأحدى المقابلات كان فيه الصديق الممثل قليمتري اللي بوجهله تحية سمعني عم قول أنه أكيد مش أنا راح ألعب الدور أكلت بهدلي على الهوى قال لي إذا مش أنت بتلعب الدور كيف مش أنت بتعرفي خليني أرجع فكر قال لي أنت اللي بتعرفي كل شير دواد أنت الإحساس راح تطلعيه غيرك ما راح يقدر ولي كيف بتفكري أنه حدا غيرك لأنه كنت بدألعب على الشبه كنت عم نبش على المسلة تكون أكتر عندها إذا بديك طول سلوة شكلها يكون قريب أكتر أنا لأنه ما بش بهم بس لفتلي نظري إلي برأيه وهو كفنان وبعرفه قدي شو صريح ورجعنا حكينا بالموضوع وراء الكواليس قال لي قوعا قالين أنت اللي يجب تلعب الدور اليوم إذا بتسأليني بعدني عند أناعاتي أنه حبي يكون في حداتين تقدر أنا أشرف على العمل مرأ كتير ناس براسي فكرت بنادين الراسي فكرت ببيرات أطريب اللي هي بتقربني وفيها شبه كتير من أمي حتى من فترة قالوا لي رازان جمال كتير بتذكرنا بأميك وكلهم سمالة يعني قاماتهم طويلة مثل سلوة فليك ما بعرف هول ثلاثة أكتشي مرشحين ممكن 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 كتير من ناحية الشبه حتى يعني رازان لفتولي نظري الروائل عند إيه حتى بيرات عند إيه كمان ذكرتني كتير بالروائل كان عند إيه سلوة بيهال هيك السكينة بها السلام لكن لوقتها لوقتها في كتير احتمال بس أنا كتير بقامن بالكاستنج يعني كتير بقامن أنه لازم ينعمل أوديشن اللي هو ما بيقلل من قيمة حدا لأنه حلو أنت بالآخر تختاري الشخص اللي بتلاقيه ملاقي مصايب الشخصية مش يعني غير بمثلين مش شاطرين تبهي بأهم أفلام العالم بعضهم بيعملوا أوديشنز وبيكونوا نجوم طيه يقدروا عن جد يصيبوا الشخصية مية بالمية هوني عم تحكي عن شخصية الناس بتعرفها وحافظتها ومعاصرتها وبعدها عندها تسجيلات لقلها فحلو أني كتصيبها بالشبه وبالأداء إذا مش أنا لعبتها الدور عم قولها وعم بتخيل اللي عم يجقرني هولي ثلاث قسايم كتير بلاقيون كمرشحات قراب لأكتر شي ليلعبوا الدور معقول قلين تعمل قدش أنه ما يمشي الحال بدور سلوى القطريب ممكن كتير انتبهي منا هيني سلوى القطريب حدا عنده ميزات بمشيتها بطلتها بوقفتها مش هيني تصيبيهم عن جد مش هيني بديك تكوني كتير دقيقة لأنه نحنا هون عم نحكي عن سيرة زيتية وانت بتعرفي قدي صار فيه خلفات من بعد كذا سيرة زيتية يعني يا أهل الفنان يقوموا إيمتهم يا الفنان إذا يعني أيام الصبوح اللي رحمها كمان كان عنده اعتراض عائلتها كان عندهن اعتراض في كتير أشخاص تانين مسلسل أم كلسوم مسلسل أسمهان سمعنا كتير اعتراضات فبديك عن جد أنه العائلة تكون مشرفة ويكون كل شي دقيق ما بدنا كمانا نوقع بنفس الغلط اللي صار قبل ماذا لو رجعت سلوى القطريب ليوم واحد على الحياة شو أول شي بتقولي لي أو شو أول شي بتعملي بلا بليس خليك بليس خليك ما تفلي يوم واحد يعني أكيد أنا ما بتكبر على إرادة ربنا بس لا يوم واحد صعب كتير ما بحس إذا رجعت بخليات فل يعني بس شو بدي إلا 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 بتعرف أنا بحكيها كل يوم أنا بحكيها كأن بعدما وجود صورة عندي بالبيت وين مكان الحديث ما بيوقف ياسمين بحس هالقدة حاضرة بشكرها وبسألها وبطلب نصيحتها وبيقول لي عطيني علمات جاوبيني بشي طريقة ما بعرف خلي يصير شي حس فيه أنه أنت موافقة عشي معين فليك صعبة صعبة يوم واحد أو شي ما رح يقديني والحكم وبيخلص معا الله يرحمه ماذا لو كانت قالين لحود محل إليسا بأزمتها مع زياد برجة هل كمان بتعترضي على أنه الملحن غنيلك أغنيتك وبتفوتوا بكلها الدوامة لك أنا حكيت بأحدى المقابلات وبتمنى أكيد إليسا ما تزعل أنا إليسا بحبها وتعرفت عليها شخصيا بأكتر من مناسبة وهي إنسان أنا بيحترمه كتير لأنه بيحترم صراحتها على فكرة كتير قليل الفنانين يلي وصلوا لهالنجومية وقدرين يكونوا هالقد صريحين وشففين بس لا لأنه أنا بعرف بقوانين الساسام أنت ما فيك تمنع مؤلف ملاحن أنه يغني غنيته هو الشخص الوحيد المخول غير المطرب أنه إحنا بنعرف بالنتيجة روميو لحود أكبر مدرسة لقلنا وبيحكم تواجدنا بهالمجال وحوالينا في كتير فنانين معروف بقوانين الساسام المؤلف والملاحن هو بيها للغنية يعني كأنه أنا اليوم عم بيجي إليك إذا أنت عنديك ولد حسبي وانفصلت عن شريك حياتك أنت بطلت أمه للولد لا أنت بطلت مرته لهذا لذلك أمه بحرمك من أمومتك نفس الشي فأكيد ما كنت بحبي يصير هالخلاف لأنه تنينتهم فنانين من حبهم وتنينتهم التعاون بين بعضهم حلو يعني عملوا كتير ناجحات سوا هلا أنا بميل شوي لزياد بحكم صداقتي لأنه بحبه لزياد بحب صوته بحب حنيته بحب موهبته بس أكيد ما كنت بعمل هيدا الشي بس بالنتيجة كل إنسان هو وأنا عاته يعني أنا ما فينا إجي إملي عليها بس نحنا كجمهور من حبهم منزعل على هيدا الخليف أنه طلع على العلان وكبر هالأد ووصل للمحاكم معقول نشوف شي تعاون لإليك مع زياد برجي بتمنى زياد برجي فنان كبير زياد برجي ملحن خطير زياد برجي أنا بكل حفلتي بغني أغانية ومش غنية واحدة وكل الأغاني العمل ولا مرة اعترد زياد بيبعث لي مساجات من قلبه أنا بعرف قد يحبني يعني أوقات كان يجي عند عم روميو بالزمنات نقعد أنا وياه قعدات نعمل هيك جلسات على الجيتار إجا على برنامجة ميكس ميوزيك تسلينا بالكواليس غنينا سوا زياد فنان كتير مهم مورها في الإحساس وكتير بتمنى أنه بيوم من الأيام غني من ألحانه أو غني حتى ديوء أنا وياه ونحن كمان نتمنى أنا شخصيا كتير بحبه الأزياد بجنة ماذا لو قررت ألين لحود تركب كاست مسلسل من بطولتك مين بتختار يكون زوجك بالمسلسل لبناني ولا عربي ولا اللي بدك خلينا نختار واحد لبناني واحد عربي أنا طمعت هلأ لبناني بختار ألي متري ألي متري ممثل خطير نشوفه هلأ بالخائن كمان ألي متري بيجنن ألي متري من الممثلين يلي أنا بيعتقادي بعد في كتير من طاقات وما شفناها ممثل بيلون أول شي كتير صعب أنت تكون كوميديان وترجع تقلبي على الدراما وما تنصبغي بالكوميدي هيدا الإنسان قدر يلعب دراما وكوميدي بنفس المستوى بنفس القوة الشي اللي كتار ما قدروا يعملوه اللي عنده كاريزما اللي عنده صقافة اللي إنسان زكي اختياره لأدواره وطريقته كيف بيعمل كومبوزيسيون للدور بتحس فيه ممثل حقيقي إذا ممثل عربي لك رحقول له بكل صراحة وقت حضرت سنت الماضي للموت يامن حجلة كتير حبيت أدائه صوته تعبير وجه أنا بتواصل معه على السوشيال ميديا وبعدين كاتب يعني بتجمعنا فيه كمانا الكتابة بحس إنه الشخص اللي هلقدة قادر يجمع مواهب كمانا بترتاح تشتغلي معه بحس إنه كمان إذا شي بيوم من الأيام صارت فرصة ومنه مستهلك تبعي مع احترامي لكل النجوم في كتير نجوم عرب وإذا من مصر خالد النبوي يعني هو عالم اليوم خالد النبوي يعني بيكون كمانا شي كتير منها ومن بتختاري جسد دور بيك بالمسلسل عم تركبك مسلسل ما منعرف شو القصة يعني بي رفيق علي أحمد ياهي بتمنى بحبه كتير بحبه كتير بحب تمثيله بحب شخصيته ملتقية فيه بكمو ناسة بمسلمين على بعض هيك بس كتير 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 بحترمه كتير بحب تمثيله يعني رفيق علي أحمد أو نقول لدانيال الحاج بحبه أقددني شغلي أنا ويوم مسرح وبحبه بحترمه بقدره بس بحس يا رفيق علي أحمد ينقول لدانيال وفيه كمان تعوانتي مع غسان صليبة استيز غسان من فترة كان ضيف بيت شاعر على الجديد ووصفك بالمشاغبة عنجا ما حضرت الحلقة بعد بدأ يوسف قالين لحود بكلمة المشاغبة نتيجة العمل اللي اشتغلتو لكن اشتغلنا عارض الغجر مع استيز غدي الرحبان كانت شو بدي قلك تجربة من العمر استيز غسان عفكرة اللي ما بيعرفوا بيجهلوا قمة التواضع قمة الهضامة وخفة الظل إنسان مريح بالكواليس بتضلك عم تضحك يعني تاريخ هو اشتغل مع أمي بالزمنات كان إلي الشرف أنه أنا أتشارك معه البطولة على المسرح وفعلا كان يتمتع بريحك بيعطيك دعم وأنا أصحاب كتير مع ويسام ابنه اللي كمان بوجه له تحية بس عن جد عن جد كنا نتسلى ونتضحك وعطول فيه إيجابية كان بالشغل كاني التجربة من العمر بحيي مين بتختاري يكون أمك بالمسلسل في كتير مسلات بحب اشتغل معهم عن جد تعرفي هلأ عم بتحيرين لأنه كلهم بحبهم وعننا أسامة بركة كارمن لبوس بحبه 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 من قلبي وجمعنا فيها عملين بحبه كتير لكارمن بحبه تنايتنا برج الحوت كمان وبحسها هيك كلها حنية وشاطرة وحلوة كارمن قيمة كتير كبيرة بس في كتير من مسلات يعني تقلع شمعون كمان بحبه كتير رندا كاعدة يهي رندا كاعدة ولا مر اجتمعنا بعمل بس دايما بتشجعني على السوشيل ميديا وأنا ببعث لرسيل وبحبه وبحب هيك الرقيل عندي شو هالممثلة العظيمة وفي عنا ممثلة جوليا قصار ممثلة رائعة كمان بحبها من قلبي لكن عنا ممثلات بيستاهلوا أدوار بطولة بهذا العمر اللي هن فيه هن نجمات أصلا ولعبوا بطولات هن وأصغر وهلأ بيستاهلوا ينكتبلون دور بطولة مطلقة هن وبهذا العمر النادج لأنه خبرتهم وموهبتهم وقيمتهم بتخولهم أنه يعبوا يعبوا المطرح ويحملوا مسلسل على كتافهم بسهولة هالأسام اللي عددتهم وغيرهم كتار بالفترة الأخيرة من بعد ما بلشت الأحداث بفلسطين كثير من الفنانين تعرضوا لهجوم بسبب أحياءهم حفلات بوقت عم بيصير هيك شي بفلسطين لو قلين لحوت تعرضت للهجوم بسبب أحياء حفل بهذا الوقت كيف كانت وتريد؟ تعرضت لبعض الانتقادات نحن هاي طريقتنا لنقاوم لأنه الناس ما بتعرف نحنا شو عم نعمل أنت أوقات وأنا كتير بحترم كتير من الزملاء يلي أنا أوقات بعرف بحكم أنه يمكن جوات هالمطبخ الفني أنه أوقات بيتبرعوا بحفلاتهم لمساعدات شو بيعرفوا هيدا اللي عم ينتقادنا إذا نحنا هالحفلة ما كفين فيها يمكن أن نتبرع بالآخر بهالمبلغ نحنا وفرقتنا لينبعت مساعدات أكان لبلدنا أو لغير لأنه معروف عن اللبناني هننخوة اللي عنده إياها بعدين الحياة بدأت تستمر ياسمين أنا نهار اللي توفت بنت عم طلع تغنيت أنا كان قلبي مقطع لأنه هاي الحياة وهي مهنتنا كأنك عم تقولي لطبيب آآ لا اليوم الحرب عالآن ممنوع تروح على الطوارئ ممنوع تعمل عملية ممنوع توصف دواء ما نحنا مهنتنا نوع من المقاومة بعد أن نحنا من وراء مهنتنا عم نعطي أمل للناس عم نفرج إنه بدنا نستمر لو شو ما صار مش يعني مش حسين بغيرنا وخاصة أن نحنا اللبنانية آخر ناس لازم ننتقد ما حدا قدنا دي اللوعه ما حدا قدنا تقوص عليه تحارب تدمر انقذى ما جينا طلبنا شي من حدا ولا جينا قلنا لحدا ليه أنت عم بتكفي حياتك مع أنه في كتير ناس داروا لنا ظهرون فنحنا أكتر ناس منحس بإخوتنا بالوطن ونحنا كفننين أكتر ناس عبر منابرنا عم نوصل الصوت والصورة ومع منقصر قدمة فينا فما عليش يسمحوا لنا ماذا لو كانت قالين لحود محل شيرين عبدالوهاب بأزمته مع حسام حبيب تطلع على الإعلان وبتكشفك الأسرار بيتيك ولا بتفضلي الضلة السرية أنا بالمطلع دايماً كنت أقول أنا ضد أنه الفنان يعطي رأيه السياسة وينشر غسلاته عن حياته الشخصية وصارت مع أكتر من فنان وخربته أكتر مساعدته شيرين فنانة كتير كبيرة وأنا حسام عساعد الشخصي بعرفه لأنه استقبلنا بميكس ميوزيك إنسان جداً لطيف ومرتب باللي أنا شفته منه هاي أمور شخصية في كتير ناس هي بتأزل فنان تبقى محاوتوتو بدأت تعمل سكوب على ظهر ويمكن شيرين ما بعرف أنا مني قاعدة معهم لإحكم يمكن هي ما كان بدأ هذا الشي يصير ما بعرف مين الموحيطين فيها اللي يمكن بتوسق فيهم وغدروا فيها خلوها تعمل اللي عملتوا هاي فنانة كبيرة تركوها كبيرة بعيون جمهورة تركوها بالقمة مطرح ما هي كلنا منتعرض لمشاكل يعني الفنان بالنتيجة إنسان بينوجعوا وبيمرض وبيفشل وبيصير معه مقساة تركوه بحاله أنا أكيد كنت بفضل كل هالأمور بدأت تصير تصير بعيدة عن الضو وبعدين أوكي حبيت تعلن مثل ما غيرا علن إنه نحنا مثلا نفصلنا وما حدا يفوت بالتفاصيل ما كمان الفنان زكاة هون قد هو بيفتح الباب ما فيك تفتح الباب وتلومي بعدين ليش فاتوا الناس أفلي بابك حل أمورك ويا دار ما دخلتك شار شو بيصير بينك وبين عائلتك المقربين جوزيك خطيبك هيدا شي بيرجع لإليك أنا بزعل وقت اللي هالإيميل الكبيرة بتصير عرضة لأنه الناس تسمح لحالة تعطي رأيها تطالعوا عن نازل ماذا لو كانت قالين لحود محل صفاء سلطان هل كنت بتطلع وبتقولي صوت أبو عبيدة صار أحلى بالنسبة إلي من أني اسمع فيروز الصبح شفتي بيقوله غلطة الشاطر بألف أنا بقدر أفهم هي شو بتقصد بس هيدا المقارنة ما بتجوز يعني اليوم بقدر أفهم لأنه هي بعتقد من أصول فلسطينية زمن غلطاني بقدر أفهم تعلقة بجزورة ودفاعها عن وطنها هيدا شي بقدر أفهمه واحترمه بس أنه شو عم نقارن واشي مش عم تقارن مطرب فيك اليوم تجي تقوليلي أنا بحب هالمطربة أكتر من هالمطربة فيك تقولي بفضل هالصوت على هيدا الصوت هيدا حق كل واحد أنا هوني بعترض على الناس اللي بتقوم أيامتها بس أنه نشع من آيرين فيم تشو قصدي يمكن هي أخطر خانة تعبير اي اي يمكن يمكن منا قصدة هي تقلل من قيمة الثلسط فيروز وقصلا يعني فيروز قيمة كبيرة مفشي بيقلل من قيمتها بس يمكن التعبير خانة واليوم نحن بتعرفي منه القطل واحد على الجملة ومنصير لحينه للممات يعني ماذا لو طلبت منك تختمي هيدا الحلقة بكلمة للمشاهدين وتعيديهم بمناسبة عيد الميلاد شو بتقولي؟ بدي أقول لكل المشاهدين أنا بتمنى أنه هالعيد يحمل معه السلام الداخلي أول شي للكل ما يبقى إنسان موجوع أو مأهور لأنه بالعيد للأسف كتير منضوع على المقساة مع أنه المقساة هي بتبقى خلال السنة بتمنى شغلة واحدة إذا بدنا نزرع فرح بعيون العالم ما يكون على العلن لأنه في كرامات هاي شغلة كتير عم تزعجني أنا بالعيد منروح على بيوت الناس وبقصد إنه نفرحهم من زلهم بتمنى تفرحوا العالم بدون ما تزلون حفظوا لهم كراماتهم حتى لو كانوا محتجين حتى لو كانوا مرضى حتى لو كانوا يقسنين أعطوهم هالفرحة بعيدا عن الأضواء عيشوا السلام حبوا بعض نشروا المحبة بدل ما تنشروا الكره لأنه صار في كتير كره والسوشال ميديا كتير عم بتنشر كره نبسطوا لنجاح بعضكم نبسطوا لفرح بعضكم حبوا بعض يا لبنانية لتقدروا تحبوا غيركم قدروا بعض قدروا لبنان لتعلموا غيركم يقدركم وإن شاء الله يا رب ما منشوف إلا السلام وما بيصيبوا للبنان أي مكروه لأنه حلنا بقى نعيش بسلام وأكيد للجمهور العربية والدول العربية كلها يا رب الاستقرار والسلام ورحت البال إن شاء الله قالين لحود أنا بديت شكرك على هالمقابلة الحلوة مرسي لوجودك معنا أنا اللي بديت شكرك ياسمين أنا كتير استمتعت شكراً كتير لإلك اشتركوا في القناة